يقول الرسول بولوس إذ نسعى كسفراء عن المسيح السفير السماء على الأرض كل إنسان هو مؤمن في شخص الرب يسوع المسيح هو سفير يلي بيمثل ملكوت السماوات على الأرض سفير بيجمل وبيحكي عن بلده الجميل البلده الحلو بيدافع عن بلده مسأل خير مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برامج من أنت ضيفنا فعلا ضيف مميز وهلأ متعرف علي وأنا بشكره على مجيء لهذه الحلقة من أنت السؤالي كثير صعب خاصة بعدها المقدمة الجميلة نسأل شخص من هو فالشخص وليد عدة عوامل العامل الأول عامل البيئة اللي ربي فيها العامل الاجتماعي والبيئة اللي ربي فيها والعامل الثاني هي الثقافة اللي اكتسبها ومدها الثقافة وتوجهاتها والعامل الثالث هي المهنة والبيئة الوظيفية اللي عاش فيها فإذا بنا نبتدي من العامل الأول بقطع النظر عن العوامل اللي بحكم الولادي يعني أنا مولود في قرية جميلة بين قرى جبل لبنان اسمها البنين من عائلة متوسطة ولكن عائلة أدب وفكر أبوي سلمان جابر كان من أول الصحفيين اللبنانيين عمل في لبنان في جريدة الصفا وكان من زملاء المرحوم تقييد دين الصلح كانوا على نفس الطاولة يشتغلوا بعدين عمل في فلسطين وانتقل إلى سوريا وعمل في عدة محلات في عدة صحف وأصبح أيضا أستاذ اللغة العربية في دمشق وبعدين عاد إلى لبنان وأصبح رئيس بلدية البنين لمدة زمنية طويلة ولدتي كمان من البنين كانت مهاجرة لأرجنطين فربينا أنا وشقيقي وشقيقتي في هالبيت اللي أهم شي كان فيه أهم رفيق هو الكتاب حتى إن بذكر أنه أنا كنت بعدني بالصف الخامس ابتدائي كنت أجلس على الدرج أمام المنزل ساعات طويلة للمطالع وأحيانا كان بعدها القر القرى في قرية البناء ما فيها كهرباء يعني عم بحكي عن أوائل الخمسينات فكنت نجلس على ضوء القنديل حتى للمطالعة وليلديرات بها القرية هايذة اللي هي البيئة القروية الجميلة بيئة تقليدية بيئة القيم الأخلاقية والتقرض للخالق شيء رئيسي فيها إضافة إن بيئة منفتحة بحكم وضع الجبل وتعدل الطوائف فيه فكان الاحتكاك يعني نحن صغار كنا ندخل للكنيسة مثل ما كنا نروح إلى أماكن العبادة الأخرى لهذا السبب ربينا ببيئة منفتحة بمعزل عن أي تمييز طائفي أو فئوي أو ما شابه ذلك درست مرحلة الأولى في مدرسة الدودية في عباي اللي هي مرحلة الابتدائية وانتقلت بعد ذلك إلى علي المرحلة الثانوية في الكلية علي الجديدة والجامعة الوطنية وأنهيت الباقلوريا القسم الثاني في بيروت في علي بن أبي طالب انتثبت إلى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أنهيت خلال دراستي بالحقوق الإجازة بالحقوق ديبلوم الدراسات بالقانون العام في القانون الخاص وبعدين أطرحت الدكتورة أنجزت أيضاً بعد سنوات بعد ما كنت التحاقت بالسلك الخارجي الجميل أنه مكني الله بإني مارس مهنة التعليم قبل ما التحق بالسلك الخارجي أو بالوظيفة العامة كنت أعلم مواد علمية من كيميا وفيزيا وعلوم الحياة حلو فما حبتي لهذه الأشياء العلمية والصفوف عليا يعني من التكميلة حتى الباقلوريا القسم الثاني ما حبتي لهذه الأشياء العلمية ساعدتني كثير بدراسة الحقوق لأن الفكر القانوني أهم شيء فيه هو أنه يكون فكر منطقي وعادة اللي عندهم خلفية علمية بينجحوا فيه حقل الحقوق دخلت إلى مجلس الخدمة المدنية تخرجت من المعهد الوطني للإدارة وعملت رئيس دائرة وبعدها دخلت إلى السلك الخارجي عبر مبارات وبدأت حياتي بالسلك الخارجي بـ 72 71-72 إذن الخلفية الاجتماعية هي البيئة الاجتماعية اللي ربيت فيها الخلفية الثقافية الثقافة القانونية ومحبتي للعلم واللي بتأثر بكل حياتي يعني أنا من هواياتي الكمبيوتر والمواقع الإلكترونية وما شابه ذلك وكنت بس نحكي كنت في الصفارة في كندا كان الموقع الإلكتروني للصفارة أحد أول مواقع بلبنان كانت لمؤسسة لبنانية وكنت أكتب الموقع عن طريق البرمجة اليدوية ما كان فيه الوسائل اللي هي موجودة اليوم طبعا دخلت إلى السلك الخارجي السلك الخارجي فيه مبادئ جديدة وطرق جديدة فتعلمتها وتعلمت الدبلوماسية بمفهوم الدبلوماسية اللي راح أحكي عنه بعدين بس نكمل المسيرة عملت في أول فترة قنصل لبنان في جدة المملكة العربية السعودية ومن جدة انتقلت إلى كوبا قائم بأعمال بالصفارة اللبنانية بكوبا وبعد الصفارة اللبنانية بكوبا رجعت إلى لبنان وعملت بمركز الاستشارات القانونية في الوزارة الخارجية وقدمت الدبلوم الخاص لأنني كنت عاملت الدبلوم العام بالقانون وبعدها عينت سفير في غانا بإفريقيا حوالي أربع خمس سنوات في غانا بإفريقيا خلالها أكملت أطروحة الدكتوراه التي هي بإطار قانون الدولي العام وبمفهوم الوظيفة القنصلية والديبلوماسية وفي كتاب بهذا الموضوع هذا يدرس عدد من الجامعة بعد غانا رجعت إلى لبنان وعملت مدير المراسم في وزارة الخارجية وأيضا خلال الأحداث في لبنان مدير المراسم في القصر الجمهوري وكنت مع الرئيس معوض يوميا من تاريخ انتخابه وكنت آخر واحد بين الأحياء حقي معه رحمه الله بعد انتقلت سفير إلى كندا عشر سنوات وبكندا توليت عمادة السلك الدبلوماسي وبعد كندا عطت إلى لبنان وتوليت مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى روسيا حيث عملت أيضا حوالي ثمان سنوات سفير للبنان وعميد للسلك العربي وتقعت في سنة 2010 وأصبحت عضو في الهيئة التنفيذية لمنتدى صفراء لبنان وخلال فترة توليت تحرير المجلة الدبلوماسية اللي بيصدرها المنتدى واللي هي بتضم أبحاث للصفراء والمفكرين القانونيين وأيضا شاركت في مباريات السلك الخارجي عضو في اللجنة الفاحصة رئيس وعضو في اللجنة الفاحصة لعدة مرات وكذلك شاركت في تدريب الدبلوماسيين في المعهد الوطني للإدارة فمن قطعت عن التعليم حتى خلال وجهدي كمدير مراسم كنت أستاذ بالقانون بكلية الحقوق والعلومات كلبنان نحن مفتخر بهايك شخصية عن جد رب يباركك بكل بركة السماوية حضرك متزوج متزوج وعندي صبية هي أستاذي بالكمبيوتر في جامعة أطوا في كندا حلو وابني في لبنان هو متزوج ولديه كمان لعية حفيد حفيدة وحفيدة الله أخذ لك يوم وابني عمله بالإطار الدولي يعني بيسافر أكثر ما بيبقى في لبنان ولكن منطلق عمله هو في لبنان أخذ شي منك نعم أخذ شي منك ابنك شوف طب يعني الجيل الجديد طريقة تفكيره صحيح تختلف عن طريقة تفكيره ويخطئ الأهل اللي بدون يحاولوا يلزموا أبنائهم بمصارهم لأنه كما يقول جبران أولادكم ليسوا لكم أولادكم أولاده الحياة ابني كان عبي يعمل هندسي في كندا من خلال وجودي في كندا هني أنه دراستهم في الأي سي في بيروت الانترناشنال كوليج وذهبوا معي إلى كندا ابني كان عبي يعمل هندسي بس أنهى السنة الأولى جاء إلي وقال أنا لا أريد أن أكمل بحق للهندس أريد أن أنتقل إلى الفيزيكال إديوكيش كان جوابي أنا فهرا حدا يترك هندسي ويعمل رياضة قال لا هذه ليش رياضة هذا لها مستقبل إلى مجالات عمل وشرح للموضوع يعني دراسي عن المفاصل عن جسم الإنسان عن النظريات الحديثي بالراحة النفسية بالريلاكسيشن بكل هالأشياء فكان جواب له هذا اختيارك بالواقع تحول من الهندسي الفيزيكال إديوكيشن أخذ الباكالوريوس بالفيزيكال إديوكيشن وعمل الأم بي اي بعدين وهلق يمثل مؤسسات عالمية لتدريب المدربين الرياضيين مؤسسات من كندا من الأرجنطين من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من الصين حتى الأرجنطين الله يخلي لك فهو حب المغامرة أخذها رب يبارك يخلي لك إيهون يا رب في ملاحظة أنا ما خليت أولادي يكتسب الجنسية الكندية وأنا في كندا تعلقي بلبنان ولأني عشت معاناة المغتربين والتضارب بين التعلق بالجزور والبيئة الجديدة فحبيت أولادي يكون خيارهم حتى لا أتلقى منهم أي ملامة في المستقبل بأني أتيت بهم إلى كندا وألزمتهم بجنسية عادوا إلى لبنان ابنتي درست في الجامعة الأمريكية ولكن بعد سنتين جاءت لي وقالت أبي أنا تقدمت بطلب تأشيرة لكندا للعودة إلى كندا سألتها لماذا أجابتني باللغة الإنجليزية لأنها استدمت بلبنان حتى بالقطاع الخاص بالمحاصصات والوساطات فقررت أن تعود إلى كندا إلى البيئة والمجتمع الذي يعترف فيها وبكفاءتها بقطع النظر عن جذورها وانتماءاتها وطوائفها ذهبت إلى كندا وتلقفتها الجامعة في كندا والآن هي أستاذة علوم كومبيوتر والسيستم ساينس في جامعة أوتوات تدرس بالإنجليزية والفرنسية فهذا وطننا نحن نخسر أبنائنا طبعا التعلق بالجذور موجود وما زال لديها وهي تأتي كل سنة لزيارتنا ولكن وهي للأسف وجدت نفسها في مكان غير وطنها في الأصل أما ابني فالحمد لله ماذا لا رابي خلي لك إياه خلي هذه العين بدي أسألك من أنت من الأصدقاء مكلمة صديق تعرش نعم شوف الصديق الصديق بحياة الدبلوماسيين الأصدقاء قلة لأن الصديق هو من تعاشره ويعاشرك لسنوات من يعيش معك في فترات سعادتك وفترات حزنك نعم من يتفهمك وتتفهم أنا فين يقول أنه لدي صديق من لبنان هو الأديب للشاعر أستاذ وفيق غريزي هذا من فترة ما بلشنا بالشباب وبقي صديقي طول العمر وحتى خلال وجودي بالخارج لن ننقطع أما زملاء لدي كثير من الزملاء إن كان في الإدارة أو في الخارج أصدقاء من الجاليات اللبناني لدي كثير من الأصدقاء ولكن كصديق عمر هناك واحد لأنه نقول صديق عمر نعم مثلا المشكلة بالدبلوماسي أنه في كل أربع خمس سنوات ينزع من بيئة متجذر علاقاته فيها بعد خمس سنوات وينتقل إلى بيئة جديدة يتصور في السعودية مثلا في السعودية في كثير من اللبنانيين واغتراب وعلاقات جيدة انتقلت منها إلى كوبا النظام السعودي بالتقاليد وبالعداد المتزمت إلى النظام الشيوعي الانفتاحي من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية من التقاليد الشرقية إلى التقاليد الغربية من الأصدقاء بعقلية وتواجه معين إلى أصدقاء من عقلية وتواجه آخر وهكذا أضف إلى ذلك أن السفير دائما أو الدبلوماسي هو كممثل على مسرح جميع العيون منصب عليه صحيح فلا يستطيع أن يفصل حياة خاصة عن حياة العامة لأن حياة خاصة هي حياة العامة في نفس الوقت لأنه مثلا أنت بوجود الجاليات اللبنانية وانتشارها وكثرة عددها إذا صدقت فئة معينة وأصبحت لك علاقات معينة مع هذه الفئة فقط ستصنف من الفئات الأخرى وستستعدي الفئات الأخرى لهذا يجب أن تكون على علاقة جيدة مع الجميع وفي نفس الوقت تكون تضع خط وهمي نظري رقيق بحيث أنك لا يصبح لك أصدقاء مقربين من فئة غير فئة إلى آخر وطبعا عندك في هذه الدول عندك الزملاء من الدبلوماسيين الآخرين العلاقات تجلس عشر سنين ستكون صدقات معهم عندك من المسؤولين الدولة الموظيفة نفس الشيء ولكن هل فيك تقول أنه أصدقاء عمر لا هم أصدقاء مرحلة صحيح وتبقى ذكرهم في البال وفي النفس أمين يا رب ما عملت شي كتاب هيك ما كتابت شي هيك نعم طبعا الكتاب الأول هو الوظيفة القنصلية والدبلوماسية اللي ذكرته وهو كتاب يعالج العلاقات القنصلية والدبلوماسية ومفهوم اتفاقية فيينا والحصنات والانتيازات كتاب 1200 صفحة يعني وأصبح كتاب في وزارة الخارجية معتمد حتى ترجمت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية كما هي منشورة في الجريدة الرسمية في لبنان منشورة بأخطاء كثيرة ترجمة فعاد ترجمتها من جديد وهذا الكتاب طبع منه طبعة ثانية ودرس في عدة جامعات عربية الآن أنا في صدد إعداد كتاب وتقريبا أنجزته وكمان حجمه كبير شيء 1200 صفحة عن الدبلوماسية اللبنانية ولادة ومصر تاريخ الدبلوماسية اللبنانية منذ 1920 حتى ما قبل ذلك بعهد الأطراق والقناط وما شبه ذلك حتى اليوم بما فيها من شخصيات من سياسة خارجية من معاهدات من اتفاقيات ما كذا وقمت في نفس الوقت في المجلة الدبلوماسية بنشر مذكراتي الخاصة لأنه أنت في الكتب العلمية لا تستطيع أن تكون موضوعي أما في المذكرات الشخصية فعلى الإنسان مع موضعياته أن يكون هدفه إيصار رسالة من خبرته نشرت منها حوالي عشر حلقات وسأكمل وعندما تنتهي إذا الله طنع عمر سأنشرها في كتاب تكون مذكراتي الشخصية وثيرات حياة طبعا لدي عدة أبحاث في القانون الدولي وفي العلاقات منشورة في عدة صحب ربي بركك ويتول بعمرك ويعطيك أكثر وأكثر بنعمة الله يخليك سعيدة السفير الدكتور عاصم جابر إذا كنت لوحدك على المريخ بالأمر قلتلك خذ معك كتاب أي كتاب كتاب شوف أنا أنا بأشق كتب التراث التراث فهلا بتخلي أخذي كتاب 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 واحد كتاب كتاب واحد كتاب كتاب واحد لأنه كتاب واحد يعني الكتاب الواحد لا يغني أنا من بيحبه أنه أقرأ الكتاب قراءة سريعة بالأول وبعدين أضعه على الجنق وأتعمق به حط عليه محلات وبعدين أعود للتعمق بس بنفس الوقت عمل بقرأ كتاب تاني لأنا قارئ نهم هلق ما في شك أنه اقتلك كتب التراث وبأخذ كتاب النبي لجبران خلي جبران طيب بدي أخذ هلق بريك وبعد البريك بدي أسألك سؤال حلق حكيت حضطك عن الاتصال آخر الاتصال كان بينك وبين الرئيس معوض نعم بريك مشاهدينا الكرام ونرجع بنعمة تقرب رجعنا من البريك مشاهدينا الكرام قبل البريك حكيت حضرتك قلتلك كان في اخر اتصال بينك وبين الرئيس جمهوري الشهيد ريني معوض شو كان الاتصال والله بالواقع كنت في تلك الفترة كنت مدير المراثم في وزارتي الخارجية وبحكم وظيفتي وكان وقت البلد مقسوم وكنا نحن في القصر الحكومي وكان في وزارتي الخارجية بالأشرفية ولكن رغم كل الخلافات حافظنا على وحدة الوزارة وكان أميننا العام الأمير فاروق أبل المع والله يرحمه وكنا على طوغة الثلداء فحدثت اللجان السوداسية والثلاثية ورفقتها كلها ورفقتهم لتونس ورحت مع رجال الدين رؤساء الطواقف على الكويت وجلسنا بالكويت لفترة معينة مع رؤساء الطواقف فحتى أنجز الطواقف عندما أنجز اتفاق الطواقف تم انتخاب الرئيس ريني معوض رئيس الجمهورية كان في ذاك الوقت الرئيس معوض مقيم في المقر الرئاسي في الرمل البيضاء ورئيس الحكومة السابق يعني رئيس الحكومة قبل الرئيس معوض لأنه كانت فترة الحكومتين ونحن كذب المنازعات السياسية بقينا كمهنيين نشتغل فلما استلم الرئيس معوض بده مدير مراسم معه مدير المراسم الثاني زم أخي وصديقي الله يرحم مارون حي مارون كان في بعبد القصر الجمهور فطلب الرئيس معوض أن أنا أكون معه فتسلمت مدير المراسم مع الرئيس معوض وعشنا الفترة الوجيزة تقريبا في وقب الليل والنهار وانتقلت معه إلى اهدن وكان تقديم أول اعتماد للسفير الأمريكي وإلى آخره وعدنا معه إلى بيروت يوم الحادث الانتيال كان في أخبار وإشعات أن الرئيس معوض قد يتعرض لمحاولة اقتيال فطلبنا منه أن لا ينتقل من المقر المؤقت بالرمل البيضاء ولكن أثر وقال هذا يوم عيد الاستقلال وأنا لازم أطل على اللبنانيين وبعدها لكل حادث حديث كان حفل الاستقلال في القصر الحكومي فإجوا كل هالدبلوماسيين والرسميين وكذا قدموا التهاني بحفل عيد الاستقلال تقريباً عند الساعة الواحدة الربع انتهوا ودخل هو والرئيس حسين الحسيني والرئيس سليم الحص إلى الغرفة كانوا يتبعثوا بتشكيل الحكومي عند الواحدة والربع بيجي راهبات وبيجي وفود من بعلبق كذا فبدخل أنا وبخبروا قال لا نحن بلالما هن يجروا عنا بنرجع رجع واستقبلهم وكان مرافق وقتها وفي قشقير رائد فقبل هالفترة هذي طلب منه انه يروح لمهمة اخرى وجاب مكانه رائد اخر من بيت نمية لمن تهى الاحتفال نزل إلى أمام المقر القصر الحكومي وعزفت الموسيقى وكنت اقول انه في هذه الظروف وظروف حرب يعني صعبة المهم تلعف السيارة واستدعاني اليه ودخلت إلى السيارة وتحدثنا عن تقديم أوراق اعتيما سفراء في اليوم التالي وما شابه ذلك ونزلت من السيارة مع أن وصلت إلى باب المدخل للقصر يعني مسافة عشرين متر إلى مدول انفجار وبلش الرصاص فأنا فكرت بلاول أنه في قصر عد دخلت إلى القصر الحكومي وكان همي أنه الرئيس حسين الحسيني وسليم الحص أنه كمان يخلصوا نزلوا من ناحية مصري في لبنان وراحوا وعدت أنا إلى مكان الانفجار في طريقي إلى مكان الانفجار اللي كان هناك كان في موقف سيارة الدعبول وفي سجن النساء وراه صرت شوف أيدي مقطعة ومناظر الشيعة حتى وصلت إلى هناك سألت عن الرئيس معوز فقالوا لي لا هو نجا وهو في المستشوى لأن ولد صغير بيخلي فيه يعني مؤخرة سيارة موجودة فيها البقعة الترابية عند سجن النساء طلعت فحفيت السيارة لقيتها السيارة الزرقاء اللي كانت الرئيس معوز راكبها فطبعا عرفت أنه هي السيارة المتصفحة وأنه راحة كان همي أن أعود إلى البيت بسرعة لأتصل بولدتي بالجبل لأنه على التلفزيون كانوا عم بيصوروا في ناس شوفون يطلعت معهم فعدت إلى البيت واتصلت فيها وصححت خبر طلع بالإذاعات أنه اللي راح مع الرئيس معوز هو الرائد وفيق شقير اللي بعدين أصبح قائل جهاز أمن المطار وأن شابه ذلك وأنه القدر أنقذ الرائد الراب أنقذ الراب شيء زيحك فهذه هي الفترة باختصار عن الرئيس معوز أنا بس كمان بدي الفط نظر لبعض المفاهيم السائدة الخطأ عن الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية إذا بتسمح خضر هالحلقة لقلت الله يحمي من أنت ففي كتير بيعتبروا أنه العمل الدبلوماسي هو العمل السياسي وبتشوف اللوحات الدبلوماسية مكتوبة لا هيئة السياسية هذه مش موجودة إلا في لبنان هيئة سياسية لأنه أو بعض الدوق العربية عفوا بره بحطوا سي دي دبلوماسي الدبلوماسية تختلف تماما عن العمل السياسي العمل السياسي هو عمل قرار سلطة قرار العمل الدبلوماسي هو عمل تهيئة المعطيات لاتخاذ القرار يعني السفير في الخارج لمن يكتب عن علاقات الدولة اللي هو فيها مع دولته ويبعد تقاريره ويقدم اقتراحات أو عن الجاليات وكيفية التعامل مع الجاليات والتوازن مع الجاليات أو العلاقات التجارية أو ما شبه ذلك هو لا يتخذ قرار هو يؤمن المعطيات بيرسلها لسلطة السياسية السلطة السياسية وفقا لهذه المعطيات تتخذ القرار ولكن قد يكون القرار مقتراحه السفير وقد لا يكون مقتراحه السفير عندما يتخذ القرار على السفير أن يقوم بتنفيذه إذا كان هو الاقتراح الذي اقترحه فيستطيع أن يفعله كثيرا وإذا كان قرار معاكس ويعتقد أنه سيسبب ضرر فعليه أن ينفذه للحد إلى أقل إلى أقصى حد ممكن من هذا الضرر الذي قد يسببه هذا القرار بعدين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات مع الجاليات شيء رئيسي مثل العلاقات مع الإنسان أنا من وجهة نظري الدبلوماسي الناجح يريد أن يراعي عدة أشياء أول كل شيء أن لا يختلف مع رجل دين في مكان عملي يعني أنا أعتز بالعلاقات جيدة التي نسجدها مع جميع رجال الدين من جميع الطوائف في جميع البلاد حتى في روسيا مثلا كان عندنا المطران نيف صيقلي والذي كان له هونيكش 30 سنة كان هو المفتاح في أمور كثيرة لنجاحه في روسيا لماذا أقول هذا أولا العلاقة العلاقة المشرقيين مع رجال الدين تختلف كثيرا عن علاقة الغربيين مع رجال الدين رجال الدين عند المشرقيين هو نافذتهم نحو الإيمان ومحبتهم للخالق وينظم حياتهم بزواجهم بوفاتهم بكل شيء لهذا إذا اختلف الدبلوماسي مع رجل الدين فهو يختلف عادة مع الطائفة أو مع المجموعة التي يمثلها رجل الدين عليه أن يسعى جهده ليكون هناك تكامل مع رؤساء المذاهب الموجودين في منطقة عمله يعني بقيت في كندا ما في ولا طائف ولا مذهب إلا عند رجل دين وعند تمثيل وعند كنيستها وعند جمعها وعند كذا فإذا كان هناك خلافات سينعكس أي خلاف مع رجل دين على الخلافات مع أبناء الجيل تاني شيء مهم جدا وهذه مصيحتي لزمناء الدبلوماسيين التسامح والغفران ولكن عدم النسيان يعني يؤذيك شخص إذا أنت بدك تخاصمه وتعادي أنت عبت تستهلك وقتك في سبيل هذا العداء وعمل بتخلي العوامل السلبية تسيطر عليك الإنسان إنسان صحيح الإنسان إنسان صحيح ولكن يجب خاصة من هو في موقع المسئولية أن يحير عواطفه وأن يوازن بين ما يجب أن يقوم به وما تدفعه وعواطفه للقيام به فأهم شي تسامح الشخص أنا بقول الشخص يؤذيني بحيده وبيبعد عنه ولكن مبعدي لأن المعادات إلها ثمن المعادات حتى الإعلاميين أحيانا يعني يقوم فريق إعلامي بمهاجمتك إذا أنت بك ترد عليه ستنشغل بين هو يرد وإنت ترد صحيح وحيروح جزء من وقتك اللي فيك تكرسه لمصالح الجالي ولمصالح اللبنانيين ولمصالح بلدك ولمصالح بلدك ولمصالح بلدك بعدين التسابف ومد الجسور يفيدك كثير خاصة بعلاقاتك مع السلطات الدولة المظيفة لأن جليتك عادة هن أفراد يحملون جنسية البلد المظيفة ولهم علاقات إذا كنت أنت علاقاتك جيد وما في خصومات مع جليتك بتأثر إيجابا على علاقاتك مع الدولة المظيفة وإذا كان الواحد بمركز عميد مثلا للسلك العربي تصور الخلافات العربية قداش هي واسعة كان يستطيع السفير اللبناني بالدور اللي للبنان بساعة صدر اللبناني وبمحبة إخوانه إله أن يكون قاسم مشترك يجمع بين الجميع ولا يفرق بدأس أكس سؤال بس دي يكون مختصر نعم من أنت من السياسة وشو الفرق بين السياسة في لبنان ككونك حضرتك سفير والسياسة الخارجية يعني كيف السياسة في بلاد برة وكيف السياسة في لبنان شو الفرق بين بعضهم قبل ما بشكل مختصر قبل ما قل لك شو الفرق أولي شي السياسة يجب أن تكون أسمى مهنة يتولاها إنسان لأن السياسة بمفهومة هي وجدت لمصلحة المجتمع لمصلحة الفرق إذا تحولت السياسة لمصلحة شخصية فسودة في الخارج مثلا في كندا النائب يقف على زاوية الشارع ليستمع إلى منتخبيه وإلى شكويهم ويأخذ بها جميعهم وهم في حال أخطأ يحاسبون في أول دورة انتخابية هم أسياده وليس هو سيده في لبنان العكس تماماً في لبنان وفي منطقتنا السياسي هو الزعيم وهو القائد وهو الحامي وهو كذا بحيث أن الإنسان بين ذهل أحياناً أنه الآن الآن عند الجميع الكل على خطأ ما عدا زعماء هم مسؤولينه فكل فريق يشوف الآخرين على خطأ وليس الزعيم أو فريق ويعتبر أنه هذا الرجل أو هذا السياسي هو حاميه وهو الطريق وهو الذي يؤمن له طريقة معيشته ودخله ويدافع عن كرامته وعن حقوقه وعن كذا فهنا يعني انقلب الهرم بدل ما يكون الهرم على القاعدة ورأسه لفوق بصير الرأسه لتحت والقاعدة لفوق ربي باركك أنا بدي بدي أرجع لك بمكي جاء نعمل حلقة بعد بعد فترة لأن باب يشبع منك من أنت من الطبيعة خير نطع من هل من أنت من الطبيعة أنا في أصعب مراحل الأزمات اللي مرت بحياتي لأنه تعرف يعني صور الأزمات بحياته الإنساني كتير صعبي مثلا أنا فقط في الحرب أبي وأمي أبي وأخي وكثير من عائلتي وكنت في حيني سفيرا في غانا ويضطر الدبلوماسي أن يحافظ على ابتساماته وأن يكمل طريقة ورغم كل شيء في هذه الفترات الصعبة كنت أغمض عيني وأتخيل نفسي في الحقل في قرية البنية عندما كنت شابا وأشم رائحة الحشيش مع أول شتوى وعندما يعني في بعد سنوات أستطيع أن عندما أخلد إلى نفسي أن أتشم رائحة الحشيش يعني الأرض متشتي أول شتوى أجمل ريحة أجمل ريحة فالطبيعة يعني مي بتحب من المطربين الأدماء شوف طبعا يعني إم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش يعني نحن جينا وعبد الوهاب ربينا ربينا على هول يعني بالشؤس هلأ هذا الطرب هلأ ما بعرف تعتبر فيروز قديمي ولا جديدة يعني مخضرمي مخضرمي يعني لا قديمة لأنه طبعا فيروز يعني 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 الله يطول بعمر الله يحفظك فهؤلاء هم يعني خاصة أنا الموسيقى الكلاسيكية برتحلة كتير ودائما بيستمع الموسيقى الكلاسيكية يعني بتحوفين وعديد من السيمفونيات الموسيقية وحب طبعا أحضر البالي والأوبرا والمسرحيات ووفقني الله بأن أعمل في كندا ودائما فيها هذه الانتاجات الضخمة مثل فانتوم أوف ذي أوبيرا وشابه وفيروسية وهي مهد البالي الكلاسيكي ومثل سوان ليك ونايت كراكر وكل هذه الأشياء فهذه الموسيقى الكلاسيكية إضافة إلى طبعا الموسيقى الشرقية سعدة السفير شو هويتك هويتك كتير طبعا لكن أولا المطالع ثم المطالع ثم المطالع ثانيا ثانيا المشي يعني أنا يعني أكره السير بالسيارة ولما فيها من توتر السيارة ضرورية ولكن في أي مكان بستطيع أني أمشي فيه بمشي وصباحا يوميا تقريبا لدي ساعة مشي كان في بيروت على الكورنيش أو في الجبل طبعا بالطبيعة وما شابه ذلك بالإضافة إلى هيك هويتك الكمبيوتر وكل التكنولوجيا الحديثة يعني أنا كنت أقول لك شو رأيك بالتكنولوجيا مع عشان نحكي شيء يعني شوف المهم أن لا نصبع عبيد للتكنولوجيا نعم أن نستعمل التكنولوجيا في سبيل تحسين إداءنا وفي سبيل الوصول إلى الأفضل لأنه أنا عندي نظرية نحكي بأشياء دينية الإنسان دائما نفسه تصب إلى الاندماج بالنفس الكلية يعني نفس الإنسان يحاول دائما أن يرتفع سبليميشن يرتفع نحو الأعلى باتجاه الخير والمحبة إذا الإنسان حول التكنولوجيا لاستكمال مفهومه للعالم وللتسهيل أعماله وللوصول إلى أكثر من المحبة ومن العلاقات العالم ولكن إذا حولها للشر وللاستعمالات المسيئة والاستعباده يكون بعد عن هدف الأسماء الذي يصل مختصة سؤال مختصة أن اسم الله علائك يعني ربي بيركك مكتبة وخبرة الحياة وأنا مأكد أنه إحنا نعمل حلقة تانية يعني الوقت دهمنا إذا بس عالسريع والمعروف إذا نجعتك خمسين أو خمس خمسين سنة إلى وراء شو كنت تفضل تكون؟ أستاذ أستاذ طيب في الكاميرا بوجك معك تلت أي وصر رسالة لمية بدك للعائلة للشعب للأصدقاء للأحبة معك تلت أي بفضل بالأول لعائلتي محبتي وتقديري وهم في كل زاوية من قلبي ولا أنسى فضل أي واحد منهم ولأبناء قريتي أيضا هم جزء من حياتي وأنا جذوري من تلك القرية وكل ما يهمني سعادتهم وتوفيقهم أما بالنسبة لأخوتي في المواطنية لأخوة اللبنانيين لدينا بلد من أجمل بلدان العالمة حولنا إلى مكان تضرب فيه المثل بالقبحات التي فيه لبنان لم يكن هكذا ونحن يجب أن نعيد لبنان إلى وجه الحضاري الذي كان على مر العصور وهذا لا يكون إلا بالمحبة والمحبة ثم المحبة وبتجاوز الخلافات أو على الأقل بتنظيمها في إطار فكري وفي إطار حضاري إذا خسرنا لبنان خسرنا أنفسنا فهذه أمنية والرسالة الأخيرة إلى إخواني المنتشرين في جميع أنحاء العالم لا تتركوا لبنان في محنته ساعدوه وادعموه فأنتم من هنا أنتم له وهو لكم ولحضرة القسيس الجليل أشكرك لأنك أتحت لي المجال لكي أتكلم عن أشياء محبة إلى قلبي وعسى أن أكون قد حقق حسن ظنكم بي أنا أدئلك الرب يبيركك ونحن كلبنانيين مفتخر بهايك شخصية عندنا إيئة وأنا بوعدك بحلقتين لأن ما فضينا كثير بسم الله مخزون عندك والرب يبيركك ولكن أنا أحب أحديك الكتاب المقدس هذه كلمة الله هذا مني لها إليك أنا أشكرك وأتقل لك أنه أنا عندي الكتاب المقدس موجود إلى جانب القرآن وإلى جانب كتب الحكمة أيضاً إلى جانب الكتب الفلاسفي لأن الأنبياء هم في قلب كل واحد منا ورسالتهم مستمرة الرب يبيركك الله يحفظك نوعبك بحلقتين بنعمة الرب مشاهدين الكرام حلقتنا خلصية نراكم الأسبوع القادم بنعمة الرب نهارة 3 الساعة 6 على قناة نور الشرق من برنامج من أنت إلى اللقاء والرب يسوع المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة